أنتقل مع حضرتك لتحليل أبرز مؤشرات أسواق الإمارات وبدأ معك من سوق أبوظبي المالي تقييمك لأداء السوق وتنصح المستثمرين بإيه عايزين نوضح أن سوق أبوظبي بيتحرك بشكل إيجابي بشكل عام خلال الفترات السابقة نتيجة الإعلان عن انخفاض معدل البطالة بالإضافة إلى انخفاض التدخم الأمريكي من 3 إلى 2.9 من 10 الحاجات دي أسرت بشكل إيجابي في الأداء كان هناك استقرار وصعود بشكل تدريجي نتيجة لهذه الأخبار دلوقتي السوق يفحرك ما بين مستوى 9190 وبالضبط نقطة وما بين 9240 النهاردة السوق أغلق على أعلى مستوى له خلال هذا الأسبوع بنتكلم أنه عندنا دلوقتي مستوى مقاومة عند 9500 نقطة اختراقها والثبات عليها هيدفع المؤشر أبوظبي إلى مستوى بنتكلم في 10.000 نقطة بنتكلم فيه بالنسبة لأهم الشركات اللي كان عليها نشاط وأداء جيد بنتكلم فيه بنتكلم فيه سهم أدنق للغاز والتوزيع وبنتكلم فيه البنك بنتكلم فيه سهم أبوظبي التجاري الأسهم دي كانت أداءها نشطة وكان عليها أقبال كبير من كبير المستثمرين ومتوقع عليها صعود خلال الفترات القادمة السوق بشكل عام جيد وفي مراحل تجمعية زي ما احنا ذكرنا ما بينه مستوى 900 و 9300 صعوده أعلى مستوى 9500 هيكون بداية دورة جديدة ويستهدف من خلالها بنتكلم فيه مستوى 10.000 نقطة خلال الفترات القادمة وماذا عن مؤشر سوق دبي المالي دهليل حضرتك سوق دبي المالي بنتكلم أنه هو بيتحرك برضه في مستوى بنتكلم فيه 4.184 نقطة إلى مستوى 4.240 نقطة أغلق برضه مع نهاية تدولة الأسبوع على المستوى الأعلى بالنسبة له كان من أهم الأخبار اللي أعلنت عن نتائج أعمال العربية للطيران أنها كانت محققة نتائج أعمال في خلال النصف الأول من هذا العام نتائج أعمال مقارنة بالعام السابق بنسب أعلى إلى حد ما بنتكلم فيه أنه هو بدأ يتفاعل وبدأ يحصل إجبال من قبل المستثمرين متوقع زي ما احنا قلنا عنده مستوى مقاومة عند 4.300 نقطة اختراكها هيوصله لمستوى 4.500 نقطة خلال الفترة القادمة بإذن الله بوجه نظرك أستاذ سعيد أين بتوجد الفرص الوعيدة في أسواق الامراض؟ سوق الامراض بشكل عام زي ما احنا ذكرنا هو من أسواق الوعيدة اللي متوقع عليها تفارات سعرية خلال الفترة القادمة ودائما بيبقى فيه جديد بيبقى فيه طروحات جديدة بيبقى فيه بضوعة جديدة بتجذب مستثمرين جدد فأعتقد بيتبقى بداية وفرصة جيدة جدا خاصة للمستثمرين جدد أنهما يبدأوا في سهم من بداية طرحه فده بيبقى ثقة وأمان بالنسبة لهم وبيقدر من خلاله يحققوا ربح من خلاله نعم سؤال الساعة دايما يعني في حلقتنا الزهب إلى أين؟ الزهب النهاردة بيحقق أعلى مستوى 2500 نقطة وده طبعا ما زال هو الملازل آمن بشكل عام بس ولكن صعوده بشكل قوي كان نتيجة لأسباب أولا بنتكلم فيه مجموعة من الأسباب ظهور يعني فيه مرض جديد إلى حد ما فيه هناك مخاوف يعني اكتشاف هذا المرض بدون تحديده بنتكلم فيه انقفاض السندات الخزيانة العامة بنتكلم فيه مجموعة من الأخبار أثرت بشكل كبير فيه اتجاه المستثمرين للملازل آمن اللي هو الدهب واللي وصل مع الكممه أعلى مستوى 2500 نقطة خلال هذا الأسبوع نعم